بسم الله الرحمن الرحيم شروط الصلاة وشروط الصلاة هنا تشمل شروط الوجوب التي ذكرناها سابقا وهي الإسلام والعقل والبلوغ وتشمل شروط الصحة الشرط الأول الإسلام الشرط الثاني العقل الشرط الثالث التمييز أو البلوغ التمييز هو عند الحنابلة أما عند الفقهاء غير الحنابلة فيشترط البلوغ وهو الأولى لأن البلوغ هو الحد الذي إذا وصله الإنسان يغلب على الظن أن عقله قد اكتمل وأنه قادر على فهم خطاب الشارع لكن الحنابلة ذكروا التمييز بناء على أن الصبي المميز يفهم الخطاب فهذه الثلاثة الشروط هي شروط التكليف لكل عبادة فلا تصح أي عبادة إلا أن يكون مسلما عاقلا بالغا على خلاف في التمييز وقالوا إلا الزكاة فإنها تلزم المجنون والصغير لأن الزكاة في المال وهذا هو القول الراجح وكان عند الفقهاء عند بعض الفقهاء يقولون لا تلزم المجنون ولا الصغير وأما الحج من الصبي الصغير فقد ورد في ذلك النص الذي يخصصه حينما رفعت امرأة صبي صغير وقلت لهذا حج قال نعم لك أجره فهذا يخصص من هذه الاشتراطات الثلاثة أو الشروط الثلاثة التي ذكرناها وهي شروط وجوب العبادة الشرط الرابع من شروط الصلاة شرط صحة وهو دخول الوقت والدليل على اشتراط الوقت قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا أي محددا كتابا موقوطا أي محددا فلا يجوز التقديم ولا التأخير ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في أول الوقت ثم صلى به جبريل في آخر الوقت وقال وقت الصلاة بين هذين فحدد أوقات الصلاة بدايتها ونهايتها فالوقت شرط لصحة الصلاة فمن صلى قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة ومن ترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها فهو آثم إن لم يكن له عذر ولا تعتبر أداء إذا فعلها بعد خروج الوقت وإنما تعتبر قضاء إذن هذا هو الشرط الأول من شروط الصحة والشرط الرابع من شروط الصلاة عموما والأدلة كثيرة من السنة على هذا على هذا الشرط مسألة الصلاة قبل الوقت والصلاة بعد الوقت إذن عندنا مسألتين تتعلق بهذا الشرط إذا صلى قبل الوقت لا تصح الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين فإن صلى قبل الوقت فله حالتان الحالة الأولى أن يصلي قبل الوقت متعمدا فصلاته باطلة وعليه الإثم وإن كان غير متعمدا وإنما بنى على غالب ظنه أن الوقت قد دخل فيرتفع عنه الإثم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استقره عليه فيرتفع الإثم لكن الصلاة تكون أيضا باطلة لأن من شروط الصلاة أن يفعلها في وقتها وقد فعلها قبل وقتها فلا تصح الصلاة وإنما يرتفع عنه الإثم والنية يمكن أن يقلب نية هذه الصلاة إلى نافلة فالنافلة تفعل في أي وقت خاصة النافلة المطلقة المسألة الثانية الصلاة بعد الوقت لا تصح الصلاة بعد الوقت أيضا وهنا حالتان الحالة الأولى أن يكون الإنسان معذورا في ترك الصلاة فإنها تصح إذا كان معذورا عنده عذر في تركه للصلاة إلى أن يخرج وقتها فإنها تصح الصلاة بعد خروج الوقت قضاء لا أداء ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وكذلك وكذلك الإجماع فالأمة والعلماء مجمعون على أن من ترك الصلاة لعذر صلاها بعد الوقت الحالة الثانية أن يكون الإنسان غير معذور في ترك الصلاة وذلك بأنه سليم معافى صحيح وإنما ترك الصلاة بدون عذر حتى خرج وقتها جمهور أهل العلم على أنه يصليها بعد خروج الوقت وتكون قضاء ويلحقه الإثم بأنه تركها بدون عذر قال ابن عثيمين رحمه الله وهذا قول لبعض الحنابلة والصحيح أنها لا تصح حتى ولو فعلها بعد خروج الوقت إذا كان تركها بدون عذر واستدل على ذلك بحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فتكون الصلاة مردودة وغير صحيحة مسألة أوقات الصلاة أولا وقت الظهر وقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئة يعني إلى أن تصل الشمس في كبد السماء فمن من إذا وصلت الشمس في كبد السماء ثم زالت إلى الغروب فهنا يبدأ وقت صلاة الظهر إذن قال وقت الظهر من الزوال يعني إذا عدم الظل بأن الشمس أصبحت في وسط السماء فانعدم الظل ثم تحرك الظل جهة الغروب فحين إذن يبدأ وقت صلاة الظهر ويقولون بالساعة يعني في الساعة الثانية عشر تقريبا علامة الزوال بالساعة يكون في الساعة الثانية عشر تقريبا لأن الساعة الثانية عشر تقريبا تكون الشمس متعامدة في كبيد السماء ثم تزول جهة الغروب فحينئذ يبدأ وقت صلاة الظهر هل تعجيل صلاة الظهر أفضل أم تأخيرها؟ التعجيل أفضل لماذا؟ التعجيل أفضل لقوله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات يعني أنت تسابق إلى فعل الخير والصلاة من أفضل الأعمال فتسابق إلى فعلها فيكون فعلها في أول الوقت أفضل ولذلك وردت حديث في أفضلية المبادرة بالأعمال ثم أن هذا أسرع في براءة الذمة لأنه إذا دخل الوقت أصبحت الصلاة في ذمة المسلم لا بد أن يؤديها ففعل الصلاة في أول الوقت والتعجيل بها أبرأ لذمة الإنسان لأنه قد يعرض له عالض من مرض أو موت أو عذر أو شغل فبالتالي تفوته الصلاة وقد أصبحت في ذمته لكنهم استثنوا من هذا من التعجيل تعجيل صلاة الظهر استثنوا إذا كان الحر شديد فإذا كان الحر شديد وفيه مشقة على الناس فإنه يجوز أن يؤخر الصلاة يعني إلى آخر الوقت حتى يبرد الجو لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم والله أعلم شكرا